تساعة صباحا بتوقيت القاهرة السبع بتوقيت جرينتش مجزر أخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع محافظة البنك المركزي حسن عبدالله في إطار التنصيق بين الحكومة والبنك المركزي لإتاحة السلع الأساسية والاطمئنان على توافل المغزون الكافي عند المستويات الآمنة شهد الاجتماع التأكيد على استمرار تنصيق فيما يتعلق بإتاحة الموارد الدولارية اللازمة لتدبير السلع الأساسية وكذا مستلزمة الانتاج المطلوبة للقطاع الصناعي كما شهد الاجتماع أيضا إشارة إلى أن ملف زيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي يحتل أولوية قصوى لدى كل من الحكومة والبنك المركزي يستقبل اليوم وزير الخارجية سامح شكرين ممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيث بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي وكان باتيلي أعلن في وقت سابق أنه سيتواصل مع جميع الأطراف الليبية الاستماعي إلى أرائهم بخصوص الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية مشددا على ضرورة تحديد مصار توافقي يفضي إلى تنظيم انتخابات وطنية شاملة وذات مصدقية في أقرب فرصة ممكنة بالاستناد إلى إطار دستوري أعلنت مؤسسة حياة كريم أنه تم توزيع صناديق الغذائية في إطار مبادرة وصل الخير بأربعة مراكز وقراب محافظة سهاج المختلفة من خلال فرق عمل المتطوعين يأتي ذلك تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح سيسي بالعمل على التوسع في مضالة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية والسعي لتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجا باستكمال مبادرة وصل الخير للنهاية العام الحالي واستمرارا لإجراءات الحماية الاجتماعية التي تقدمها مؤسسة حياة كريمة بتوفير الدعم الغذائي للفئات المستحقة والأولى بالرعاية قال الرئيس الأوكراني فلودامير زيلانيسكي أن روسيا ستشن بالتأكيد هجمات صاروخية جديدة على بلاده وأوضح زيلانيسكي أنه شدد على قوات الدفاع والمواطنين ضرورة الاستعداد للعمل معا لتحمل العواقب وأضف زيلانيسكي أن الأسبوع المقبل قد يكون بنفس الصعوبة التي كان عليها الأسبوع السابق عندما أدت الهجمات على البنية التحتية للكهرباء إلى أسوأ انقطاع للكهرباء في أوكرانيا منذ بضع العمليات العسكرية الروسية في فبراير الماضي يلقي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم خطابا له حول السياسة الخارجية لبلاده وأوضحت الحكومة البريطانية أن سوناك سيشدد في خطابه على ضرورة أن تدافع المملكة المتحدة عن رؤية بعيدة المدى في مواجهة طموحات الصين وروسيا تواصلت الاحتجاجات على القيود الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا في عدد من المدن الصينية بينها العاصمة بكين لليوم الثالث على التوالي وفي شنغهاي حافظت الشرطة على وجودها المكثفة على أحد الطرق حيث تحولت وقفة احتجاجية بالشموع إلى احتجاجات وتعيش الصين منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في ظل واحدة من أكثر قيود كوفيد سرامة في العالم ورياضيا تعادل المنتخب الألماني مع نظره الإسباني بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم سجل الفارو موراتا هدف التقدم لإسبانيا في الدقيقة الثانية والستين بتزديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء وسجل نيكلاس فولغ روغ هدف التعادل الألماني عند الدقيقة الثالثة والثمانين وبهذا التعادل رفع منتخب إسبانيا رصيد إلى أربع نقاط وانفرض بصدارة المجموعة الخامسة بفارق نقطة عن منتخبي اليابان وكوستريكا صاحبي المركزين الثاني والثالثة على التوالي بينما حصد منتخب ألمانيا أول نقطة له في البطولة ويحتل المركز الرابع والأخير على سلم الترتيب ختم مجزء التاسعة فاصل ونعود لحضركم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر